معظم العراقيين ممن توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا حرموا من تقاليد التشيع والدفن اللائقة برفض بعض المقابر استقبال جثامينهم وإلى جانب التحدي الناجم عن احتمال التعرض للإصابة بالفيروس وانتقال العدوى تواجه عائلات من قضوا بسبب الفيروس تحدي دفن موتها في العراق تشكل عائلات من عدم قدرتها على مواراة جثامين موتها بسبب كورونا نتيجة عدم السماح بدفنها في المقابر التقليدية بل إن عائلات لم تتمكن حتى من دفن موتها في الأراضي المفتوحة البعيدة نسبيا عن المدن معظم مقابر بغداد الآن يؤكد أحد الدفانين ببغداد ترفض أن تدفن الجثث المصابة بالوباء داخلها لأنها تقع بين الأحياء السكنية فضلا عن وجود عوائل تسكن هذه المقابر ومؤخرا قام الأهالي في منطقتين بسمايا والنهروان شرقي بغداد بقطع الطريق على الفرق الصحية التي كان يعتقد أنها تريد دفن مواطنين توفو نتيجة الإصابة بالفيروس في مناطق مفتوحة قريبة من المنطقتين المذكورتين كذلك منعت إحدى العشائر في شمال شرقي بغداد فريقا كان ينقل أربع جثث لدفنها في مقبرة بمنطقة النهروان جنوب شرقي بغداد ما دفع الفريق لإعادة الجثث إلى ثلاجات المستشفى التي أخرجت منه مصادر نيابية أكدت أن جثث المتوفين جراء فيروس كورونا متكدسة في ثلاجات مستشفيات مدينة الصدر وفي الطب العدلي وفي مشافي المحافظات ما يعني احتمالية تفشي الفيروس في المستشفيات والأحياء السكنية القريبة منها المصادر كشفت عن أن بعض هذه الجثث مضى عليها أكثر من أسبوع من دون أن تدفن ما تسبب في أزمة صحية وبأزمات نفسية لعائلات المتوفين ويحمل أهالي الموتى السلطات الحكومية المسئولية الكاملة عن تكدس الجثث في المشافي بسبب عدم توفيرها أمكنة خاصة لدفن موت كورونا سلطات وصفوها بالفاسدة لدرجة أنها لم تلتزم بأدنى درجات الأعراف والسنن ومنها إكرام الميت دفنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر